والذي من المحتمل أنه بعض اللي شاهدوا هذا الفيديو أو هذا الكليب يعرف من هو العموم لا نطيل عليكم ضيفي هو الملحن والموزع الموسيقي والفنان هلكو الزاهر فأهلا وسهلا بك ضيفا كريما عجزا علينا شكرا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ كريم شكرا لدعم عزمتوني لهذا البرنامج الرؤية وإن شاء الله نحكي بتفاصيل معه طبعا أستاذ زاهر بديني بهذه الأغنية لأنه بصراحة أنا من الناس معجب جدا بأشعار جواهري شعر الجواهري من الأشعار الصعبة أكيد يعني من الأشعار العربية الصعبة لأنه يعتبر برأي أنا من آخر العمالقة في الشعر العربي يعني حتى على مستوى الإلقاء حتى على مستوى الإلقاء يجد بعض الذين يلقين الشعر الصعوبة في أن يتعاملوا مع المفردات التي يكتبها الجواهري صح أنت جئت ولحنت موطن الأبطال التي تعتبر من القصائد القوية من القصائد التي خلي نقول الشطر والعجز الطويل صح يعني ليست كلمات بسيطة صح كيف تجرأت يا هلكوتو اقتحمت هذا الأي مجال طبعا طبعا فكرة العمل أنا درست من قبل واستشرت بصديقي شاعر دكتور أراز عبد الكريم لكي نختار قصيدة كبيرة وزي ما حضرتك تفضلت فيها جواهري من عمالقة الأدب العربي وصعب يعني كثير من الملحنين والمطربين العرب دايما يعني بيتواصلون معايا يحبون يعني يعملون شي مع الجواهري لتأريخهم أنا أول يعني خطط اللي بلشت بهذا العمل اختارت النصوص اللي نقدر نحطي بإطار الغنائي لسيدة ميادة الحنوي سيدة يعني من عمالقة الطرب العربي اخترت كم أبيات وحاولت كألحن بوقت التلحين حتى أنا كألفص كانت ألفاظي كل غلط صعب 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 لما جلست مع سيدة ميادة كنت أنا أغني إليها وألفاظي كل غلط صحيح يعني لأنه صعب جدا 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 يعني يعني عفوا عفوا قاطعك لم يجروا لم يجروا أنا باعتقادي الكثير من الملحنين يحاولون أن يغنوا للجواهري لكنه لم يجرؤوا صح يعني لم يجرؤوا أن يقتحموا هذا المجال أنا كذا مرة يعني أعطوني جوائز ببلاد العربية وسألني نفس السؤال حضرتك كثير من مطربين العمالق كبير حاولوا يحبون يشتغلون مع قصائد الجواهري ويتعاملون كملحن وما يجروا صعب كيف أنت كردي ولحنت وأنا عدت مرة تانية كمان لسيدة ميادة حناوي عملتاني ليوم الشهيد اختاروني لما أغنيتنا حصل على أحسن أغنية وطنية بمهرجان أسكندرية أخذنا جوائز عليها واختاروني كملحن ألحن أغنية تانية لجواهري لكل الشهداء الوطن العربي وإضافة لكردستان طبعاً حاولنا وكثير من الشباب اللي كانت معايا حاولنا بروفات عليها شوية شوية ولكن سيدة ميادة بجرأته بقوته بحنجرته يعني قدر يعني سيطرت على الكلام لما لحنت أنا وسجلت الموسيقى بقاهرة وسجلنا صوت السيدة ميادة بلبنان وعملنا الإخراجية كمان مع فاتح حداد مخرج الكبير لبناني وصورنا بعض المشاهد بكردستان والحمد لله عمل نجاح نجاح كبير جداً يعني أنت اللي يمكن اللي ساعدك في هذا الموضوع أنه ميادة الحناوي يعني تعتبر حالياً قمة الطرب العربي أكيد 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 أنا لا أتكلم عن الغناء بشكل عام أتكلم عن الطرب من الغناء صحيح عدها قاعدة طربية كبيرة عدها طبقة صوتية كبيرة جداً ولكن هذا يمكن كان اختيارك موفق الحمد لله كان اختيارك موفق لهذا الصوت الكبير بأن يغني هذه الأغنية الصعبة صعبة ومهمة بالنسبة لكردستان كماناً حتى أنه فيها سؤال وجواب هذا الموضوع خلاني أبدي البرنامج الآن نتجه حلوب أول مرة بكردستان يعني يسألوني هذا السؤال ببلاد العربية كتير من اللقاءات اللي طلعت حتى بقناة العربية وبأحد قنوات المصرية ولبنانية حتى بالإمارات سألوني بهذا السؤال ولكن بكردستان أول مرة بهالتفاصيل صغير وكبير ماشاء الله الحمد لله يعني لأنه نحن نعرف الشاعر الكبير يعني خلن نقول الشاعر العرب الأكيو يسمى الشاعر العرب الأكبر الجواهري نأتي هنا إلى محمود درويش أنا جيت على محمود درويش أنت أيضاً فتت على محمود درويش علم المحمود درويش يمكن من الشعراء اللي قليل قليل ما تغنى قصائدهم صح كمان لأنه حتى يفوت هو بموضوع المثل خلي نقول يتكلم كلام عادي كلام مثل ما نتكلم أنا وإنت ما يعقد الأمور يوصل الفكرة بأسهل طريق لكن أيضاً جيت واخترت قصيدة لمحمود درويش وطيتها يمكن السميرة سعيد نسرين حميدان العمل الثالث ليس من السعيد أربيل أنا لو أحكي بهذه الطريقة أنا أخذت الصعوبة كلامية من محمود مهد الجواهري ككردوسان موطن الأبطال صعب اللفظ ولكن اللي أصعب بقصيدة محمود درويش لأنه مش تكون وزنه قافية يعني قلت لك يعني هو مش مثل الجواهري كتب بميزان مضبوط ولكن القصيدة المحمود درويش كردستان صعب جداً من أصعب ما لحن بحياتي هذا العمل صح يعني لأنه فيها جملة تكون خمسة كلمات جملة اللي بعد يجوب بسبعة كلمات جملة اللي بعد بكلمة واحدة أنا عملت ميزانية شون تعمل عمل ميزانية؟ عملت ميزانية لتلحين يعني هذا أول مرة كنت في حياتي أدخل بقصيدة صعبة جداً جداً شون أركب جملة مع جملة كل ما ناس تانين ملحينين أصحابي من مصر وبلاد العربية يسمعون غنية الكردستان بصوت كمان مطربة رائعة جداً صوتها جميل نعم يسألوني كيف عملت حتى لما تستعمل كلمة يا شهرزاد عملت مع يحيى الموجي الموزع الصديقي بالمصر أبعث له تحية لأنه هو بكل مشوارات أنت تعامل مع يحيى الموجي يعني أكثر الملحن الموزع الموسيقي لأنك ملحن وهو موزع هو لسجل أعمال يعني بيناتكم كيمياء مبين واضح نعم نعم صح كل الأعمال بسيدة ميادة حناوي ونسرين حميدان سميلة سعيد هو توزيعه بس لهذا العمل اللي حضرتك تفضل فيها السؤال جداً حلو لأنه من أصعب ما لحنت بحياتي وأصعب الصعوبات بأفكار تلحينية وتختار المقام لرؤية الشاعر الكبير محمود درويش وهذا النمط اللي كتب غير ستيل الجواهري اللي كتب ستيل الجواهري ينطيك التفعيلة كاملة ينطيك البحر ينطيك القافية صح لكن محمود درويش يتصرف محمود درويش يتصرف وكانت المهمة بالنسبة لهذه القصيدة في كثير من الناس قال هذا القصيدة مسحت وقال مش مالي يعني كان فيه كلام أنا حبيت أجدد لهذا العمل وأعطيها فكرة لي عربياً وللأكراد كمحمود درويش صح بستينات كتب على الأكراد ولأنه مش كل ناس يقدر يقرأ ولكن غنائياً تقدر تسمع كل العالم كل العالم العربي وحتى جيل القادم لكردستان يعرف فيه شاعر كبير محمود درويش كتب عن كردستان يا حارسين الشمس من أصفاد يشباه الرجالي ما مزقتنا الريح إنها نضال وما تكون نضالي إن خر منكم فارس شددت على عنقي حبالي هو أنت يعني تتعامل معي حي الموجي افتهمنا بس شنو تعاملك مع فادي حداد فادي حداد كمان منذ سنة 2008 بلشت مع أستاذ فادي حداد هو شخص أبقري بإخراجه فعلا هو وثاني شي عنده رؤية لكردستان يعني أخرجني أكثر من عشرين كليبات مهمة يعني حتى أنا في أعمال تانية محطات نحتي إن شاء الله فيها هو عنده رؤية تاريخية على الكردستان قرأت على الكردستان شو مناخ الكردستان تاريخها أو بعدين فادي حداد رجل يمتلك الملكات الفنية التقنية التي تساعد توصيل الفكرة يعني فكرة لغنية يعني هو هذا اللي عنده يعني هذا هو وأنا من نوع لما أكون مرتاح مع شخص أتعامل معها مبحث تغيير على أشخاص الرئيسية بالعمل على فكرة أنا نفس هذا ستيل اللي عندي فنان كبير عادل إيمان بي مصر نفسه ستيل يعني هو عنده قروب بالشغل صح ولهذا يبدع أنا نفس الشيء لأنه أضيف جديد ولهذا يبدع ولهذا يبدع لأنه يعرف مع من يتعامل هسا خلينا من الطرب العربي نجي إلى هالكود زاهر المجدد في الأغنية الكردية والمكتشف للأصوات يعني هذا الشيء المعروف عنك بالساحة الكردستانية أنه هالكود زاهر يكتشف الأصوات الغنائية ولو عندك تهمة أنه أنت بس تتعامل مع البنات يعني ما تتعامل مع أصوات نسائية عندي كمان رجال كتير تبتعد عن الأصوات الرجالية لكن حتى لو كانت تهمة فهي شيء جيد يعني مو قاصر أن أنت تقدم للساحة الكردية والكردستانية أصوات جميلة ترفض بحيث أنه أنا أتكلم بكل صراحة يعني قبل ما كنا كنا نفتقل الأصوات النسائية أكيد صراحة كنا نفتقل الأصوات النسائية في الغناء الكردي صح وفي الغناء الكردستاني عامة الآن أصبحت الساحة بيها بيها أصوات بيها منافسة وهذا يمكن كله بفضل وجودك أنت كمسؤول على نمط معين من رعاية ودعم هؤلاء المطربين أنت شون بديت بهاي النظرة يعني حتى يمكن أنت كملحن يمكن بعض الأغاني أعدت تصياغتها حسب ما أعرف صح بشكل آخر صح هذا أنا لما ألفين وخمسة رجعت لكردستان شفت الساحة مليئة يعني فيها مطربين كتير وكانت الساحة نازيس مع أغاني تركية عربية فارسية ما فيش أغاني تقرب على مشاعر الشباب هذا أول شيء بشكل العام وثاني شيء كمان ما في أصوات نسائية إلا أنا كانت بالأوروبا بلشت مع سيدة مرزية فريقي الله يرحمها كانت من أعظم المطربات التاريخ كبيرة اللي خسرناها أكيد أكيد والمطرب الكبير طبعا سندريلا شاشة الكردية ليلى فريقي بلشنا إحنا نشتغل شغل لما راجعت الكردستان شفت الساحة كل مطربين في مطرب ولكن مطربات قليل جدا جدا وما عندو شون يعني استعداد الفن الكامل كستايل الرؤية الشكلية وحتى الحنجرة شون تتعامل كمطربة بلشتل بهذا الفكرة بعد الله يرحمها سيدة مرزية الأغاني اللي أنا عملتها بنتها غنت الدلنيا الرزازي كوجهة جديدة كستيل جديد كموسيقى نوع الموسيقى نجحت نجاح باهر جدا لحد الآن تعتبر من أكبر نجاحات بتاريخ الموسيقى الكردية لأنه لغاية الشهرين ثلاثة أشهر ما فيش أي محلات تقدر تشتري سيدة اللي دلنيا الرزازي لأنه كل ما نطبع الأسبوع تخلص يعني تنفذ الكمية دليل نجاح هذا دليل نجاح أكيد وبعدين اخترت فكرت بكم ستيليت الموسيقى لأنه إذا واحد يسمع من نجوة كرم لازم تكون بكردستان فيها مطربة بهالستيل أو إبراهيم تاطلس بتركيا أننا مطربين بهالطريقة وكذا كذلك أشياء عملنا فكرة الديو مع ليلى فريقي ومطرب كبير علي حجار بين مصر وانا كان عندي نية أن أسألك هذا السؤال بس أنت سبقتني أوكي ممكن نرجع فيها تفاصيل بعدين جبت الأصوات جديدة مثل باخان لوكا ظاهر دشني مرات ناسلي شانيا وجدت بعض المطربين اللي يغنوا من قبلي مثل ليلى فريقي شوفي فتاح وجبت هاني ومن مطربين ميرا طلعت ببرنامج زاكروس ببرنامج سوبر ستار أي ما صوتك جيد هذا سوبر ستار وكمان جدت بعض المطربين ثاني مثل بيوانت جاف وأيوب علي ولغاية وصلت إلى كثير من مطربات أخيرهم المطربة الصاعدة رائعة دينا لهذا تعتبر من أهم مطربين بالساحة الكردية والله انت ما شاء الله عليك يعني انت انت ما يعني ما خليت فرصة ما استثمرتها من هالشي وهذا الشيء أنا أحييك عليه بصراحة لأنه هذا الشيء شكرا نحن كساحة فنية يعني أقول لك شغلة وحدة أنا حتى ممكن في بغداد صار اهتمام بالأغنية الكردية من الكثير من العرب نعم يعني احنا خلينا صح ممكن ان العين تروح تشوفي الشكل الجمال يمكن هالكود ظاهر تعامل بذكاء مع المطربات بحيث تختار مطربات جميلات كمان كمان سؤال مهم وصح موتهمة طب تهمة لكن تهمة حلوة ايمان لأنه أنا بحب لما تكون شكلة حلوة وصوت راية إذا تكون صوت يعني مساعد أو وسط كمان نهتم فيها تهتم بها يمكن تنطيها تنطيها المقام اللي ناسب صوتها مناسب حضرتك عندك المعلومة ثقافية كبيرة يعني ناسب صوتها لأنه صح يعني شوف هذا السؤال فني جدا بصراحة يعني نظم الغزالي نعم يعتبر من الناس اللي يمكن من المقدسات بالنسبة للغناء العراقي أكيد لكن أيضا كان صوته محدود في بعض المقامات صح صح أكيد 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 مو كل مطرب أو مطربة تقدر تملك كل المقامات بشكل جيد صحيح مو كل المطرب ومش كل الفنانة تقدر تكون مطربة في مغنية في مطربة صحيح في مطرب في مغنية يعني خلينا نقول نعم إذا قلنا تصنيفات حسب اللغة العربية هي تقولون المؤدي نعم اللي هو يؤدي حسب ما موجود من الكورال كده إلى مثلا يطلع صورة أو كده وأكل المغنية مغنية أو المغنية أو المغنية أو المطربة هذا يعني قليل في لما تكلم عند السيدة ليلى فريقي مرزية الله يحمد مرزية الله يحمد مرزية الله يحمد لو كظاهر باخان هاني تشوبي فتاح سريل آلان عمر هذولا عندهم أصوات تقدر تغنون طربي يقصدك يعني صوت من مطربين كمان ميرا عند إمكانية تملك كل المقامات وكل الأصوات كمان فنان الكبير زيادة سعد وفنان بيوان جاف أيو علي عبد القهر زاخوي هذولا كمان من أصوات اللي يعني تقدر تغني أي شيء نحن نقول أصوات واقفة يعني يعني حسين عملت اللي ب ب أغنية عربية ماذا جرى من كلمات شعر طيب أنا أنا نحصل لك على فرواز نعم فرواز أنا عرفت عليها في بيروت أيام ما كانت مقدمة بال الأرب آيدل الأرب آيدل وكادت كادت يعني كادت أن تخطف الفوز لكن لحسابات معينة على العموم ما نتناقش بها فرواز من الأصوات اللي أحلام أحلام كانت تقول عليها أن صوتها يجب أن يدرس إحساسها يجب أن يدرس وين صارت؟ لماذا اختفت؟ لماذا لم تبرز؟ على الأقل يعني هي اختارت الغناء العربي لماذا لم تستمر وتغني ومع العلم تمتلك يمكن حنجر أكثر قوة من كثير من المطلبات حالي الموجودة على الساحة العربية بالنسبة لبرواز فسين هي بلا شك إنسان رايعة جدا جدا ومتعاملة جدا أنا عندي تجربة واحد معها بهالفترة الأخيرة ونجحته جدا عمل الكليب الأخير كليب الماذا جرى من كلمات شاعر سامي أرقوشي وعالحاني وإخراج بريار فتح أكيد كمان توزيع هي الموجودة كانت الفترة ممكن هي اختارت أعمال بفكرتها يعني تكون مناسبة إلها ممكن كمان أنا لما أناقش بهالشي عندي رؤية آخر ولكن هذا يبقى يعني إلها رؤيته لازم تختار أعمال تكون مناسبة إلها هذا رؤيتي أنا وناقشنا بهذا المجال ناسب صوتها شكلها ترتكيلها لما إحنا عملنا هذا العمل عملنا هذا العمل نجح جدا حتى هي آلة رجعت الأضواء عندي مثل وقت الأراب آيدل يعني هل الكليب هذا دين عرضت بالقنوات العربية؟ عرضت بكتير قنوات العربية وعراقية كمان نهتم جدا جدا فيها وموجودة على قناة اليوتيوب قناة يعني شخصي بتاعي وأكيد إذا تستمر بهذا الأسلوب يغني كردي يعني تغني كردي أو عربي مش مشكلة اللهجة بس تكون مناسبة إلها لمستوى صوتها نجي على موضوع مهم آخر أنه الأغنية الكردية الأغنية الكردية قديمة يعني عريقة صحيح يمكن إحنا أغنيتنا في كردستان العراق متأثرة بالجوغرافيا أكيد أكيد يعني اللي مثلا دوهوك متأثرين بالإيقاع التركي وصريبي من إيقاع التركي سليمانيا على إيران يمكن الجماعة حتى أربيل ولمقامات متجين للأغاني العراقية ولمقامات العراقية حتى تركمانيا كمانina يعني حتى التركمانيا متأثرين أكثر شيء بالمقامات خلوا المقامات الشرقية العراقية إحنا شوكت نشوف أغنية كردية منتشرة بشكل كبير وبشكل على المستوى الإقليمي أو الدولي يعني شوكت نشوف الشيء يعني أنا عملت بصراحة عملت تجارب كبيرة باللغات مختلفة يعني عملت باللغة الكردية لدشني مراد بعض الأغاني الشبابية يعني اهتموا بمستوى العالم مش بمستوى الكردوسان أو نقول عراق بس لا بالمستوى العالم ما في صحف بالعالم بالفرنسا بالأمريكا ودشني أيضا تمتلك أشياء أخرى غير الصوت يعني مثلا هي عندها طبيعة مريحة مثلا تؤدي رقصات تؤدي حركات مع الكاميرا مو كل مطربة تقدر تسويها هي شو يعني ستايل شو مختلف بس موهوبة لا لا هي موهوبة أنا متعامل معاها وهي من زميلاتنا طبعا ولكن لما مثلا نرجع على أغنية مثلا ليلة فريقي وعلي حجر لما أملنا هذا العمل بـ 2005-06 كانت شي مفاجئ بالنسبة للساحة العربية أنت خليت ليلة فريقي تغني عربي خليت تغني عربي وعلي حجات يغني كردي وبالنفس الحالة في كتير ناس كان يسألون شو هاللغة اللي يغني هذا المطربة صوتها حلوة هذا كان بداية هي هذه الخطوة وبداية ناجحة صحيح وأنا بهذا العمل اختاروني بـ 2006 لبداية السبعة كانت أحسن ملحن العربي يعني أخذت جائزة الأحسن ملحن العربي بدار الأوبيرا بالمصر كان لي هذا يعني شي تاريخي بالنسبة لأنا أكيد هذا شي نفتخر بي يعني إحنا ككردو نفتخر بهالشي كمان كمان بهذا المجال اللي حضرتك سألت فيها يعني كمان عندي تجربة الأغاني الدينية اللي عملت لمطرب ميرا أسماء الله حسنا لكن كان فيها جملة كردية دخلت على المهرجان أورت بيستابول كمان أخذت أحسن جائزة على شرق الأوسط مش عربيا بس شنو قصة الصورة اللي نشرتها ونتبه بمكة اي أنا كشخص فنان أنا كشخص فنان ولكن كمان شخص متدين الحمد لله ملتزم بينيا وكل سنة أزور الزيارة بمكة اي أكيد أكيد أنا كشخص متدين جداً ولكن في كتير من جوانب السوسيال ميديا بيشوفونا غير نظرة غير نظرة عشان طلوعاتي مع فنانات اي ودوك بغير اي بس لعكس شخصيتي أنا عكس اللي موجودة على سوسيال ميديا زيب أكو 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 يعني في الموضوع بس أكمل يعني كلمة أفوا كمان مثلاً عندي المطرب صوت جميل جداً عمار كوفي عملنا أغنية باللغة المصرية أنا حبيت التنويع أنا تجربتي معها باللغة المصرية عملنا نجحت جداً العمل اسمه قسمة من كلمات شاعر خوشنا وتيلو عندي كذا تجارب على هذا شاعر والعمل قدرنا نغني بلفظ مصري بيرفكت هذا الإنجازات لما تتعرض بالمهرجانات من هذا ملاحن كردي ومطرب كردي وشاعر كردي شاعر كردي أي يعني هذا إنجازات لأنه لسه إحنا بلدنا جديد بهذا المجال بصراحة قبلي ما أحد ما عمله تعامل موسيقى الكردية مطربين الكردية طلوها إلى صحة العربية ومش العراق عربياً بالمصر بكذا بلد حتى أنا لما اختروني أعمل أغنية على زائد شيخ زايد لسنة زائد كانت سنة الفات عمله عمل ضخم مع فادي حداد وغنت مطرب الكردي ميرا ونجحت عمل كأول أغنية يعني أنت جبت ميرا وخليتها يغني فيه أغنية أغنية واحدة وأنا اخترت العمل أغنية الرسمية التي افتحتها تجري مهرجان سنة الزائد بالإمارات وشاعر الكبير صديقي كريم العراقي كتب الكلام ولحنته أيضا توزيع يحيا موجي وإخراج فادي حداد نفس القروب وغنت ميرا ونجحت العمل بشكل باهر وحتى كثير من الناس هناك سألوا كيف الملحن كردي والمطرب كردي أنتجوا وعملوا هذا العمل وبهذا المجال في كثير من بلد العربية كمان طلبوني أغانية وطنية بس إحنا حاليا بصراحة لما تكلمت على الأغانية الكردية الأغنية الكردية عميقة في وجداننا الأغنية الكردية لها أصول لها ثوابت لها أساس قوي لكن الأغنية الكردية تحتاج إلى من يدعمها هالكوززاهر وحده ما رح يقدر يغير ممكن يحاول حاولت تغيرت ولكن لكن وحدك صعبة صعبة نحن لدينا مشكلة أكبر من هذا يعني قصة الإنتاج إنتاج هو أهم موضوع فيها يعني لما ما عندك جهة التمويلية قوية ثقافة هذا السؤالي جاي أنه في التعامل في موضوعة الكليبات كليبات هي إنتاج شركات في الدول العربية أكو شركات تتبنى مطرب تعمل له ألبون تعمل له كليبات وهي تتبنى أحنا ما عندنا هذا الشيء يعني ما عندنا في كردستان هذا المشكلة ما عندنا المطرب يعني مرات يروح يبيع أثاث بيته يروح يبيع كذا حتى يصور كليب هذا المشكلة في سبيل أنه يشتهر أنا مطربة مثالاً لصاعدة اللي صوتها حلوة دينا يعمل كل أسبوع عنده ركلام كل فلوسه يصرف على أعمالها يعني الريكلامات ما يجيها من الريكلامات تصرفها على أعمال تصرفها ولكن كانت المفروض كانت المفروض من طرف الحكومة يضخط على شركات اللي يشتغلون كشركات تجارية طعتهم الفانس يعني قسمة من الهيك نسبة الاستفادة صندوق لفن يعني أستاذ هلكوت أنت في فترة كانت مستشار في رئاسة الوزراء مستشار موسيقي يعني ما قدرت أنه أنت تتحول هذا الحلم اللي عندك تتحول إلى واقع كانت هذا فترة ذهبية بالنسبة لكردستان أنا حاولت كثير وساعدنا معظم الفنانين بالكردستان كل الانتج والبومات دعم من حكومة ودعم من هذا الشركات أنا ضخطت على شركات بطريقة إي بس إحنا نريد الديمومة يعني ما نريد فترة يا با هالكوت طلع قاعد ترك يعني أي شكل من الشكل الباقي يقعدون يعني لا هذا المشكلة هذا لازم تأسس مؤسسة الديمومة قصي مؤسسة لهذا المجال لأنه لازم كانت الوزارة الثقافة تهتم بهذا المجال بالطريقة الصحيحة مش كل الفنانة اللي يتغني أو يغني تكون هو صاحب الأصول الله أيد هالكوت بصراحة أنا أحكي لك مرات كثير لأنه أنا ألتقي مع فنانين وألتقي مع مثقفين وألتقي مع أدباء وألتقي كلهم يعاتبون وزارة الثقافة وكأنه وزارة الثقافة تعمل كل شي بس ما تعمل شي للثقافة هذا السؤال نسمع كل مؤسسة هذا السؤال نسمع هذا المشكلة هذا المشكلة لازم شخص المناسب يحطون بمجال مناسب من هناك مكان مناسب عشان يداري أعمالها لأنه أنا ليش أقول فترة ذهبية 2015-2011 كانت اهتمام شامل سينما دخلت مجال السينما لمهرجانات العالمية عربية صينية هندية الموسيقى لكل المهرجانات وتشكيلي أخذنا بحوثات وناس طلعنا هذا كنت أنا فاهم الحكاية شون أبلش فيها واشتغل فيها عذرني لهجة يصار مصري لا لا إحنا نريد نوصل الفكرة أنا ما يهتم باللهجة نعم يعني إحنا ما نهتم صراحة في هذا البرنامج أنا ما أهتم بالضيف يعني اللهجة ما زلتو أنا أهتم بالفكرة أنه يحاول يكون الفكرة حتى يوصلها للجمهور ياريد للاستفادة ياريد 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 كذا شركات كذا جهات من الحكومة يهتمون بهذا المجال من أجل تطور فن الكردي إحنا خلي نشوف هذا الكليب أيضا من تلحينك وبعدها راح نرجع نحك على موضوعة الشريكة ماذا ترى لبن البشر ماذا حلى بالإنسان ما كل هذا الذي يصنعه من آلام وأحزان ما خطفنا وهذا العنف والكره والشر والطغيان أيا ترى انتهينا ووصلنا لآخر الزمن ماذا جرى لبني البشر طبعا عاش تيدك على هالشغل الحلو نجي إلى الشركات الشركات أستاذ هالكو الشركات هي شركات تجارية يعني تريد ربح تريد مادة لما تيجي تتبنى أو تحتضن فنان هي تفكر أولا بالربح المادي وهاي من حقها بصراحة إحنا ما عدنا ماركتينج خلي إحنا نعترف جدا ضعيفين ما عدنا ماركتينج وما عدنا نعمل لبناء دعاية أو بروباقاندا أو الكلام للشخصية الفنية الفنان في العالم مرات مقدس يعني لمسة الفنان بالنسبة لهم يعتبر لكن إحنا عدنا الفنان عادي يعني ما يصل إلى مرحلة الخروج من المألوف بصراحة لأنه ماكو من يتبنى ماكو من يرعى حتى أنا بهذا المجال أقول لك رشحوني جديد ألح النشيد القوم العراقي الوطن العراقي جديد يعني كانت فرصة لأربع أشخاص بالعراق أنا واحد منهم فنان الكبير يعني نشيد الوطني اللي رح يغيره على أساس نعم وفنان كبير كازم صاهر كمان واحدة من اختارات وكذا أشخاصه تانية ولكن حصة الأسد كانت بينه وبينه كازم صاهر حتى حاليا بهذا العمل ما في ميزانية ما في إمكانية المادية تصرف علشان أنا أروح أسجل بالقاهرة صحيح يعني توصل لهذا المرحلة يعني إلى متى الفنان رح يصرف من جيبة هذه المشكلة هذه المشكلة إذا الشركات اللي يعني تقدر تساعدون بهذا المجال تستفدون من الاسمهم يعني هذا لازم ثقافة مش كل شيء ماديا يعني تنتشر هذا شركة انتج عمل لفلان فنان وهذا أيضا يأخذنا إلى غير موضوع إن الشركات ما تفهم معنى الريكلام صح يعني هسا أقول لك شغلة يعني ولو ما أعرف المخرج رح يزعل مني لأنه تعرضين على الوقت شركة الببسي مثلا هل يوجد في الكون كله أكو واحد ما يعرف شنو الببسي كل الناس يعرفه مو؟ صح كل الدنيا يروح على اسكيمو يروح على أفريقيا لكن ليش الببسي يسوون دعايات حديثة ويصرفون عليها مثلا للاعب مثل ميسي ها ينطوع 20-30 مليون دولار حتى يطلع 30 ثانية يتكلم مع الببسي ليش؟ أنا أطلب من حكومة يضخط على شركات بشكل إجباري لازم يدعمون إذن هذا يحتاج إلى يحتاج إلى برنامج آخر نكلم بهذا المجال والله يحتاج إلى برنامج يحتاج إلى ضغط يحتاج إلى أنه الفن يصير محترم بصراحة العناء يصير محترم أكيد صح أنا أشكرك على هذا اللقاء الجميل لأنه بصراحة ضافتني كتير أفكار حلوة وأول مرة بالكردستان ممكن عملت أكتر من نصف مليون مقابلات ولكن هذا أول مرة هل سؤالات فنية بدقة ضافتني لتاريخي شكراً وأنت بصراحة أنت بصراحة تحتاج إلى أكثر من حلقة لأنه إحنا أيضاً محكمين بوقت في الكثير من الأسئلة في الكثير من لكن إحنا إن شاء الله نكون إن شاء الله شكراً 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 وأنتم عزان مشاهدين نشكركم ونتمنى أن لا نكون قد أطلنا عليكم ولكن هذا ما حدث في هذه الحلقة مع الملحان هلك وزاهر إلى اللقاء في حلقات أخرى ونتمنى لكم الموفقية والنجاح وإلى اللقاء أعيب يا عاصمة الجمال والإلهاء